لسه مكملين مع حضراتكم وباقي فقرات الاهلي خطأ والفقرة دي يعني بنحط لك العادة كده بعض القصص قبل منتكلم فيها لان البعض ممكن يلتبس عليه الكلام او يفهم ان احنا ربما ندافع عن بعض الاخطاء وده لم يحدث ولن يحدث ان شاء الله احنا مش بنجمل صورة قبيحة على الاطلاق ودايما بقولها انا لقوا جمل صورة قبيحة ولما يكون في خطأ اول ناس بتعترف في الخطأ ده في النادي الاهلي ودايما بنطلع نقول فيه خطأ يا جماعة ويحصل عقاب يمكن في بداية اول سنة للبرنامج ده طلعنا هنا على شاشة قناة النادي الاهلي وادانا سلوكيات رمضان صبح وحصام عشور في مباراة للسوبر وقلنا يتطبق الليح ما يا صح اللي هم عملوا مع الجماهير ليه عشان لما نيه نتكلم عن شيكبالة طول الوقت اللي بيارمون مع الجماهير نبقى بنحترف نفسنا معيارنا سابت مبدأنا واحد حتى لو الخطأ من عندنا وعلى هذا الاساس الفقرة دي ما لهاش علاقة بخطأ حسين الشحات مع الشيبي لان الخطأ حصل تم العقوبة من النادي الاهلي قبل اتحاد القرى وطبعا اتحاد القرى عقب حسين الشحات طب احنا بنتكلم في الفقرة دي عن ايه؟ عن تصرف من لاعب اخترق اللوايح والقوانين المعمول بها في الاتحاد الدولي لقرة القدم وتقدم للمحاكم المدنية بشكوة دي بس كانت مهمة جدا عشان الناس ما تأولش الكلام ولا تاخد الكلام وتستسهل وتقول يعني انت عجبك اللي عمله هيسين الشحات مع الشيبي؟ لا ما عجبنيش ولا عجب النادي الاهلي واتخد قرار فوري واضحة الرؤية تعال بقى نشوف الناس اللي مش واضحة عندها الرؤية برغم ان هما اسدزة في المجال زي طبعا الناقد الاستاذ فاتحي سند الكلام عندنا تعقيب عليه مهم جدا جدا عشان نزيل اللابس عن البعض لو البعض عنده بعض اللابس احنا نوضح هذا اللابس خلينا احنا عندنا طبعا احالة الشيبي للاجلة الانضباط ده سبب الكلام اللي صدر وتحويل الشيبي للاجلة الانضباط لاقتراكه اللوايع والقوانين المعمول بها في الفيفا والاتحاد المصري لقرة القدم انت كلاعب حصل موقف داخل الملعب لا يمكن على طلاقه يا فارس ان انت تروح تتجه للمحاكم فكنا حابين للأول نحط اساس للفقرة عشان الناس ما تطلعش ولك يعني انت عجبك اللي حصل هذا مهم جدا وهنا يعني احنا ما بنتكلمش عن حاجات خارج البرنامج كتير بس هنا انا مضطر اتكلم قبل عقوبة حسين الشاحات من النادي الاهلي سواء انا او اسامة كتبنا ان لازم النادي الاهلي عقب الاهلي ويمكن كان في بعض التعليقات بفكرة انت اعلامي داخل النادي الاهلي فكرة ان انت تطالب بعقوبة اللاعب يا جماعة لا هو مشدور من ينتمي للنادي الاهلي او يحب النادي الاهلي او يدفع النادي الاهلي انه يطبط خالص او ان هو يدعم في الصحة والغلط او يضبط بالعكس ولا ان انا اقول لك حاجة خارج الصياق التاريخي النادي الاهلي لان انت عندك لعبين كتير جدا كبار وعظام من اول حسين حجازي مرورا بلعبين كتير يعني مش عايز اقف عند اسامي النادي الاهلي خاد مواقف انضباطية طالما انت خرجت عن نص انا مجيش على اللاعب بتاعي فحاجة فيها وجهات نظر حاجة مش واضحة حاجة ربما لا تفسرها حاجة ربما لا تبررها حاجة خارج النطاق ان انا اقدر اجزم بكذا انما تصرف مفهوش مش حمال اوجه مش حمال اوجه ما ينفعش اجي اقول ان ده تصرف مقبول فكان ده رأينا ثم النادي الاهلي عاقب ثم حصل اطوار فان الناس تبدأ بقى هتغير السياقات زي ما انت بتقول وتتجاهل عقاب النادي الاهلي او يبدأ يوصل لك صورة لو انت مشاهد طبيعي فيها هتقول ايه هتفترض ان اللاعب مجالوش حقه بالزبط طب انت عايزه يعمل ايه لا اللاعب جالو حق فدي نقطة كان مهم جدا نتكلم فيها ونوضح ونزيل اللابس عشان لو البعض عنده لابس وبيطلع يقول وجهة نظر بدون صورة واضحة والمام بالقضية من بدايتها لنهايتها نقول له بعد اذن حضرتك شوف الصورة كاملة وبعدين اسمع تقيم لان بالتأكيد استاذ فتحي سند احد يعني اعلام الصحافة الرياضية في مصر لما يكون له وجهة نظر منقوصة فلازم نوضح هذه الصورة بشكل كامل نشوف الفيديو عشان عندنا تعقيم مهم ونتكلم بعد الفيديو عشان تبقى الصورة واصلة ازاي الصورة كانت منقوصة عند الاستاذ فتحي سند لان الموضوع في المرحلة دي انها خرجت بين بص دي قضية يعني لازم تتغير معها اللي وايح ويتغير معها تحاد الكرة نفسه لان الجدل بيزيد لما بتتأخر في اتخاذ قرار وعادة يعني توقيت القرار نفسه بيفرق لا الاهلي عاقب الشحات بعد الالم اللي طرقع اللي انا مصنم عليه كان زمان بيحصل عقوبات ابو عشرين الف اه كان في زمان العقوبات يعني صالح سليمي والخصة دي والتاريخ ده ما خدش كامل يا رسل في عالي خالص ديب عقوبة يعني حسام حسن عدام الفانيلا برا النادي فاهم قصدي فمسؤوله المسؤولون الذين هتخذون قرارات يعني وقعين تحت ضغوط جماهرية كبيرة وسوشال ميديا خضابة الدنيا فالقصة خرجت من اتنين لعبة تخنقه لمسألة كبرياء نادي حسن هو حر بقى نادي حسابة كده انا النادي بيرابينز يعني تعامل معاها انه هو مش مسألة فرض انا يعني واللي كبر الموضوع ان زمان ما كانش الصورة الناس بتفرج على الصورة ما كانش التدخيم الحدث بيكبر فكما ممكن نتلم زن على الودان يا رجل ده الالم ما سمعناه في الازاعة لكن ازاعة تسمح نفسك قرامتك ان انت تتضرب بالقلم كده ويجورك كده ويديك يعني تعالف اللي كبر الموضوع برضو احنا او الاعلام نفسه او الشاشة احنا غويين الكلام ده احنا ما هو العلم كله كده يعني للوقت بقى العلم كده بس الشطارة في بعض الاحداث المهمة اللي ترتبط بصمعة البلد شايت زكاء في التعامل مش اكتر من كده يعني احنا روحنا في البي باي لما المقرد بتاعنا جاب فابش المدرب الالماني انا مش ناسي اسمه راجل ما حصلوش حاجة وقربت راسه وفرفر في الارض ونغشته وفي دماغه وعيدنا المشوى خرج من كس العالم انا برا الموضوع لكن الموضوع خرج من بين اتنين اتخانه لحالة اعتداء بالايد مش لفظي كبر النادي كبر الموضوع لانه حس ان هو ازاينا عندي لعيب درب بالالم ودينا اتعدي كده على خير كان لازم ادارة النادي الاهلي تتعامل بسكاء اكتر من كده الادار نفسها ان حد من الادارة ينتخل ويدخل بشكل كبير جدا برضو الاهلي بصل للموضوع ايه يعني الموضوع الموضوع مش اي كلام تفهم قصدي انا بمغلط لازم اعتذر حتى لو انا اللي اختطت في حقه ده انسان بسيط جدا فالاهلي لم يتعامل صح ولا اتحده كله لتعامل صح كبر الموضوع واحنا قدام حالة الوقتي بتبينلك حالة التراهل اللي موجودة في الساحة بسبب عدم القدرة على اتخاذ قرارات كاننا مش موجود في حدها استاذ فاتحي سند لو سمع الديئتين دول مرة تانية هيكتشف انهم مش متابع الواقع على الاطلاق وفيه نوع من انواع التجني على النادي الاهلي واهمال الدور التربوي اللي خده النادي الاهلي قبل تحرك اتحاد القرى المرة دي كانت يوم 23 سبعة يوم 23 يوليو مباراة مسائية النادي الاهلي الساعة واحدة اللي 8 دقايق في الليلة دي بعد المباراة يعني هنقول بالزبط الساعة 12 52 دخلت اليوم التاني ولكن لسه في نفس الليلة المباراة طلع قرار تربوي باعلان عقوبة حسين الشحات عقوبة وغرامة مالية كبيرة واعتقد الاستاذ فاتحي سند لو بحث في الامر هيعرف الغرامة قد ايه اما ان النادي الاهلي لم يعلن الغرامة اللي وصلت اكيد للمجتهدين من الصحفين بشكل رسمي فاحنا هنكتفي بعرض القرار قرارها الكابتن ساد عبد الحفيز مدير القرى بالاهلي توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب حسين الشحات بعد المشدة التي حدست عقب مباراة اليوم خلينا نوضح ان العقوبة دي صدرت بعد ما تم الاعتذار برضو بتدخل الكابتن ساد عبد الحفيز مدير القرى وقتها من حسين الشحات لللاعب الشيبي في وجود هاني سعيد مسؤول في نادي بيرامد وايضا اعتذر الشيبي عن الاساءة لوالدة الكابتن حسين الشحات الفيديو ده حصل وانتشر بشكل واضح النادي الاهلي يا كابتن او يا استاذ فتح سند لو هو زي بطول غلطان وخاد الموضوع بشكل دون تدخل كان ممكن يكتفي بالفيديو ده ويقول ان خلاص يا جماعة اللعيبة اللي اتنين اعتذروا وصدر فيديو واللاعب كان موجود مدير القرى او النشاط الرياضي موجود مع الشيبي ومدير الكرة في النادي الاهلي مع الكابتن حسين الشحات واللي اتنين اعتذروا البعض وتم ازالة سوء التفاوم حتى لو الموقف فيه غلط من حسين الشحات اللي احنا متفقين بالتأكيد ان فيه غلط في ردة فعل على الاستفزاز اللي صدر من الشيبي فالنادي الاهلي ما اكتفاش بده بالعكس ده قبل ما ينام حسين الشحات وقبل ما اي حد ينام طلع قرار ما استناش لتاني يوم وهو ده النادي النادي الاهلي اللي حضرتك دربت مثل خاطئ في وقعة حسين حسين لما قلت حسين 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 لما رمى التي شيرت برا النادي لا مش برا النادي مش صح ان انت تقول معلومة خطأ يا استيس فتح حسين 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 رمى التي شيرت وما كانش يقصد على الاطلاق على الاطلاق فكرة اهانة التي شيرت هو كان طالع بطرد مع مشكلة مع ناصر التليس بموقف غير اخلاقي تم مع حسين حسين داخل ارض الملعب ولكن النادي الاهلي ايضا قال حتى لو هتنفعل لا تتعامل مع شيرت النادي الاهلي بالشكل ده وكانت العقوبة وقتها ست شهور ونزلت تدرب فترة مع الناشئين وفي التوقيت ده حسين ما مشيش 94 ده كابتن حسين وقع تجديد تعاقده مع النادي الاهلي في الفترة دي في فترة ايقاف فالنادي الاهلي اللي عاقب ايضا كابتن ابراهيم حسين قبل ما يرجع وامع منطقة بمصر من المغرب وقبل ما اتحاد القرى يعقبه هو هو النادي الاهلي ما تغيرش هي نفس القرارات التربوية هي اللي اتغذب فانا قاسف كان المفترض يتم القاء الضوء على قرارات النادي الاهلي التربوية ولا يتم تعرض النادي الاهلي لأي نقدة يا أستاذ فتح صعب والأصعب ان يكون مع كامل احترامي لمحمد المحمودي المزيح اللي قاد قدامك بيسير الحوار ومش بس كده ده بيزود شوية في الحوار يعني ما ينفعش تقول يا أستاذ فتحي الألم اللي ترقع فيقولك الألم وبعشرين ألف لا هو مش بعشرين ألف أصلا مصطلح الألم وبعشرين ألف ده نوع من أنواع فكرة ايه يعني عشرين ألف يعني لا إقاف مرة وعشرين ألف وغرامة مالية كبيرة من النادي الاهلي وما ينفعش يكون ده الدور اللي ممكن يقوم به إعلامي في إزاع محايدة أو قناة محايدة والمفترض يتقل بسرعة في الإيربيس خد بالك الأستاذ فتحي حسانت بيقول كلام غير الحقيقة بيقول أن الأهلي لم يتحرك ولم يتصرف والمفترض النادي الأهلي كان ياخد موقف وأن النادي الأهلي بالفعل خد موقف وموقف كالعادة صباق في الأمور التربوية قبل التحاد القرى مهال انقراره التحاد القرى أعلن القرى الثاني يوم الساعة اثنين الضهر يعني بعد 13 ساعة تقريبا من إعلان النادي الأهلي قرار بنكلمكم بالديئة يا جماعة بنكلمكم بالديئة لأن القضاء دي تحديدا تحديدا اللي تقدر تتكلم بمنتهى القوة ومنتهى الجرأة لمواقف النادي الأهلي التربوية أهم قضايا تقدر تبقى أنت مغمد عينيك كده وتقول لا أحاسم ده النادي الأهلي ده لو أنت ناسي المعلومة تاريخ النادي الأهلي يفكرها لك لو أنت قعدت على هوى وشفت موقف تربوي حصل في الملعب وناسي أن الأهلي خاد موقف تربوي أوقع تغلط وتقول أهلي لم يتحرك أنت وانت مغمد وكن واسق وقول بس موقف الأهلي تحرك وعاقب اللعب لأنه هو ده اللي بيحصل لو ما حصلش يبقى فيه حاجة غلط يبقى مش ده النادي الأهلي ولا دي الصورة الزهنية عن النادي الأهلي فإحنا لما بنتكلم يا كابتن فتحي عارفين بقوة أن النادي الأهلي في المواقف التربوية زي من بن ران عليه في المواقف الوطنية وإحنا مغمدين فده موقف كان المفترض يكون فيه توضيح من المزيع اللي قاعد كان المفترض كابتن فتحي قبل ما يقولي المعلومات دي يشوف الأول موقف النادي الأهلي عمل إيه يشوف الأول موقف النادي الأهلي كان سابق ولا لا يبص على تاريخ النادي الأهلي ويشوف تاريخ النادي الأهلي بيتكلم ولا لا زي ما راح في إشارة لحسام حسن الواقع دي في 94 قعد 6 سنين في النادي الآلي فأعتقد فارس يعني ما يصحش إن ده يكون الكلام عن النادي الآلي في الواقع أصلا وقعت حسام حسن يا جماعة يعني كابتن حسام أساسا كان رجع من بره عشان النادي الآلي كان كابتن إبراهيم حسن تعرض لإيقاف وظروف نفسية قاسية مأثرة على كابتن حسام حسن ده خال اللعب اللي رجع عشانك واللعب اللي بيعمل لك ده واللعب اللي محق أرقام وفرق معاك جدا قبلها حتى وقت الناول في وقت لعيبة مختلفين رفضتنها ترجع وحقهم طبعا لكن حسن ما رفضش ده خال كان عامل كده والنادي الآلي بيعقبه بس أنا هنا عايز أقول حاجة يعني الأستاذ فاتح سنة الاحترام لكل الناس وإحنا هنا بنحترم كل الناس ولكن يا جماعة في حاجات لا هي حق إعلام النادي الآلي ولا هي حق جمهور النادي الآلي ولا هي حق إدارة النادي الآلي برئاسة كابتن محمود الخطيب هي حق يا أسامة تاريخ النادي الآلي بمعنى إيه الكصة هنا لما أقول إن المجلس ده مزي مجالس كابتن حسن حمدي وكابتن صالح سليم وهذا التشبيه هو هنا مش انتقاس من كابتن محمود الخطيب مش انتقاس من مجلس إدارة النادي الآلي اللي موجود دلوقتي هو انتقاس من تاريخ النادي الآلي لأن النادي الآلي أي مجلس إدارة موجود ليه هو بيمشي على سيستم ونظام داخل النادي الآلي واللي بيخرج عن النصف ده بيكون لجمعيته العمومية والجمهوره موقف فاضح منه فأنا إن أنا أفترض إن إدارة النادي الآلي لم تعاقب حسين الشحاة وأبدأ أضرب مثال مختلف بكابتن صالح سليمو اللي كان بيحصل أنا هنا بقول إن هذه الإدارة تخلت عن مبادئ النادي الآلي وده كلام في منتهى الخطور وهنا إعلام النادي الآلي ما ينفعش يتجاوزه زي ما بقول لأن ده يتعلق بحقية النادي الآلي طيب أفترض حسن أنه وحفترض أن الأستاذ فتح سند يعني ما كانش عنده المعلومات الكافية بالواقع وإن كان يعني هو أستاذنا وله باع كبير في الصحافة أكيد طبعا عشان يتكلم في قضية مفترض أنه يكون على دراية كاملة بمعطياته ولكن يعني ما فيش حد فينا بيقرؤ خارج صياق أنه هو ينسى معلوم فأنا أفترض أنه في ظل زخم الأحداث هو نسي إن النادي الآلي عقب حسين الشحات ولكن فيه حاجة في منطقة الخطور إن الكلام عن إن زمان كان كذا وقدرت الآلي أبتعملش كذا فلو أنت نسيت إن النادي الآلي لم يعقب حسين الشحات أكيد فاكر إن النادي الآلي خرج أكبر عقوبة في تاريخ أي لعب كرة قدم في تاريخ مصر منذ إنشاء كرة القدم في مصر بالشكل الاحترافي على كهربة مليون جنيه بل إن النادي الآلي اللي بادر وقتها بإعلان تفاصيل الواقع النادي الآلي اللي رحل يا صحافة يا جمهور يا إعلام حصل كذا كذا وأنا عقبت كهرب يعني مش يعني ده النادي الآلي ما كانتش خطأ معلن ده كانت غرف الملابس ده هو فيه أساساً أي نادي بيعمل كده ده إنت ممكن لو مشجع يعني بتحب اللعب قوي تقول يا جماعة وإحنا بنصدر هو حد شاف لا النادي الآلي لا فوش حد شاف وما حد الشاف طب تعالى النادي الآلي ده اللي عقب أحمد عبدالقادر بعد موتش الهلال السودان النادي الآلي ده اللي عقب كابتن محمد الشناوي القائد الذي ضحى والذي طرك الأموال والذي رفض عروض عقبه النادي الآلي في مباراة سموحة النادي الآلي ده هو اللي عقب محمد عبدالقادر طب يا كابتن فاتح سند محمد محمد مجد أفشا ده بالنسبة لدري إذا كنت انت ربما يعني انست حسين الشحات وإن كان ده صعب طب كل الناس ده فيه الحكم بالتعميم على إدارة النادي الآلي ومقارنتها بإدارة كابتن صالح سليم وإسقاط يا جماعة ده حاجة في غاية الخطورة تتعلق بتاريخ النادي الآلي إسقاط عن الإدارة دي ان اللي هي يعني كسرت حاجز الحفاظ على هوية النادي الآلي وانضباط فيه ده حاجة يعني تهز تهز أرجاع النادي الآلي وسقويلة جدا على مجلس إدارة أنه يتحملها فهذا لم يحدث لا في السياق وقعة حسين الشحات ولا خارج وقعة حسين الشحات لأن مجلس إدارة النادي الآلي حينما يأتي يحافظ على سوابط ونورثات أكبر من فكرة أي قرار إداري هي تتعلق بأن مين يشيل عبء في تاريخ النادي الآلي أنه هو يكون خرج عن هذه الأطر ترجمة نانسي قنقر